السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لهذا اليوم عن كيفية قفل البرامج برقم سري يعني نفس البرنامج ما يفتح معاك الا بعد ما تدخل الرقم السري العملية سهلة وبسيطة فقط تابعوا مع الشرح بسم الله نبدأ نذهب الى السيديا بعدين نذهب الى سيرج ونكتب هنا لوك داون اسم الادا لوك داون لوك داون برو نضغط على لوك داون برو نضغط على انستال بدين على كونفيرن ويبدأ عملية التنصيب ويبدأ عملية التنصيب تضغط على ريستورت الان بعد ما عادل الجهاز تشغيل نفسه نذهب الى الاعدادات بدين ننزل بدين نضغط على انتر الان نطلع الان ضغطة طويلة على اي برنامج الان لو تلاحظ انه فيه قفل فيه علامة حذف البرنامج اللي هو الاكس وفيه علامة قفل تحت البرنامج اللي تبغى تقفله اضغط على القفل يعني مثلا الفيسبوك نبغى نقفله تضغط على او مثلا الايميل تحت نبغى نقفل الايميل اضغط على علامة القفل وادخل الرقم السري خلاص تقفل الان لو تلاحظ تحولت الى العلامة الحمراء الان لو جينا ندخل الايميل رح يطلب مننا الرقم السري وبعد كذا يفتح الايميل اتمنى ان الشرح واضح والى لقاء في درس اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة